مرحبا بتمنى تكونوا بخير رح نحضر سوا اليوم قطيب عسما ليه بالقشطة على طريقة الخاصة بدون ما نتكلف ابدا ولا حتى نشتري قشطة من برا رح نحضر اسهل وقطيب قشطة اقتصادية مع قطيب عسما ليه تعاوا نشوف سوا كيف حضرناها اول خطوة للقطر بدنا كباية من السكر كباية وربع من المي رح قلبهم تقليبة بسيطة لحتى اتأكد بس انه السكر انخلط بالمي وهلأ رح اتركهم على نار متوسطة لحد ما يبلش عندي يغلي رح حط فوقه رشة بسيطة من ملح الليمون او عصرة حامض حسب شو متوفر عندكن ورح ارجع قلب تقليبة بسيطة ورح خليهم هلأ يغلوا تقريبا خمس دقايق من بعد ما تركتهم يغلوا خمس دقايق رح نزل فوقهم مع الاكبير من ميت الزهر او مورد حسب المتوفر ورح طفي عليهم ورح اعطيهم تقليبة بسيطة وهكي بكون صار عنا القطر جاهز رح اتركوا يبرد تماما لانه بدنا اياه نستعمله بارد للاشطة بدنا 3 كباية من الحليب السائل 3 معالق من لطحين 3 معالق اكبار يعني من لطحين و3 معالق اكبار من نشا الدرة بسقول معالق اكبار بقصد فيها معلقة الطعام 3 معالق نشا و3 معالق طحين رح اقلبهم تقليبي بسيطة لحتى اتخلص من كل التكتلات قبل ما حطها على نار متوسطة واستمر بالتقليب لحد ما يبلش عندي الخليط يتماسك ويبلش يغلي متل ما شايفين بلش عندي الخليط يتماسك وبلشها يغلي رح نزل فوقه كمان معالق كبير من المزهر ورح اعطيها تقليبي بسيطة وهيكي بتكون صارت قطيب اشطة جاهزة بس رح نطف النار ورح اسكبها باي علبة او صحن لانه بده يبديها تبرد تماما لحتى نستعملها بردة بالنسبة للعسمالية جبت هون نصف كيلو من شعر العسمالية هايدي الوصفة بتحتاج لنصف كيلو رح نستعمل تقريبا 250 جرام لأول طبقة ولتاني طبقة نفس الشي رح حاول فرفطها عن بعضها بهيدا الشكل بدون ما اعملها قطع صغار بدي اياها هيك قطع كبار مشان شلي كتير اصمتها لا قصمان متساويين انا حطيتها على الميزان واصمتها اثنان هلأ رح ااخد الصونية اللي رح نعمل فيها نحمس فيها شعرية العسمالية رح امسحها مسحة بسيطة من السمنة وبعدين رح ااخد بلش فرفد شعر العسمالية على كل الصونية لحتى تعبي كل الاطراف وكل الفراغات اول شي منبلش بهيدي الطريقة بس نبلش نلاحظ انه الفراغات كل اياتا تعبت منبلش بقى نكبسها كل اياتا لحتى تاخد شكل واحد وما تتفرفط معنا من بعد ما نخبزها ونحمس العسمالية متل ما شايفين من بعد ما عبت كل الفراغات رح بلش كبسها بيدي بهيدا الشكل هلأ هيدا الصونية تقريبا مقاس 26 سنتي عندي هون كباية من السمنة دوبتها على النار بدون ما خليها تغلى مجرد اني دوبتها على النار وصارت سائلة بهيدا الشكل رح بلش سقف فيها العسمالية لحد ما تتشرب كل اياتا بالسمنة من بعد ما سقيتها كتير منيح رح ااخد اي صينية صغيرة او صحن ورح بلش اكبس فيها العسمالية لحتى تاخد الشكل المطلوب نحنا بدنيه ولحتى تتماسك كل اياتا عبعدها تتشرب السمنة مزبوط ولحتى بس نخبزها نطلع شقفة وحدة هلأ رح حطها بفرن حامي على حرارة تقريبا بـ 180 رح حطها تقريبا 10 دقايق لـ 15 دقيقة من تحت وبس يبلش يتحمر وجه رح اولع من فوق الشواية لحد ما تتحمر عن الوجه ومن بعد ما طلعتها واخدت اللون الدهبة المزبوط اخدت تقريبا بين 10 دقايق لربع ساعة وكانت صارت عندي جاهزة رح بلش هلأ صفة السمنة الزايدة اللي تبقت من شعر العسمالية وطبعا هايدي السمن اللي عم نصفيها ما منكبها ابدا مدى نرجع نستعملها بالقرس التاني من العسمالية اول قرس خلصناه والقرس التاني عملته بنفس الطريقة وتركتن يبردو تماما اهم شي انه نتركن يبردو ونستعمل كل شي يكون بارد العسمالية والقشطة اهم شي يكونوا كلهم باردين هلأ القشطة مثل ما شايفين بردت وتماسكيت وصارت جاهزة انه نحطها على العسمالية رح بلش افردها شوي شوي على طبقة واحدة من العسمالية رح اخد 3 ارباع الكمية ورح اترك شوي كمية بسيطة لحتى زين فيها الوج من بعد ما فردت كل القشطة هلأ تركت نتفي صغيرة لحتى زين فيهم الوج وهلأ صار لوقت انه نتنزل الطبقة التانية من العسمالية فوق القشطة منتبه كتير منيح مننزلها بحذر حتى ما تنكسر معكم العسمالية لانها كتير حساسة وضغرة بتنكسر من بعد ما نزلتها فوقها فيكن تقدموها بهذا الشكل انا حبت تزينها بشوي من القشطة على وجه وطبعا هايدي الخطوة اختيارية فيكن تستغنوا عنها وفيكن تحطوا كل كمية القشطة بقلب العسمالية من جوا حبت زين انا هاكي بشوي من القشطة مجرد بس هاكي قطع صغار لحتى تعطيها منظر مثل المحلات وصدقوني رح تطلع معكم النتيجة بعد اطيب كتير من المحلات هاكي بتكون اطيب عسمالية صارت جاهزة عنا واذا لاحظتوا ما اخذت معنا اي مجهود طريقتها كانت ولا ابسط من هاك حبت زينها بالاخير بشوي من الفستق الحلبة المطحون مجرد لزينة فيكن تستغنوا كمان عنها الخطوة ازا مش متوفر عندكن وطبعا بس نقطع العسمالية منحط عليها شوي من القطر وبتتقدم دغره بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة وبالاخر بدي اقلكن صحة